لو شخص والد وعروس مصممت تعمل فرح في الزواج وليس كد بكتاب في مسجد ما المدة الواجب انتظارها على فقد أبي حتى يعمل فرحا لعروسته وما حكم الإسلام في العروس التي لا تقدر مشاعر خطيبه على والده ومصممت تعمل فرح ومزيكة وزغريط اللهم هدينا في من هديتنا ومعامين يعني أولا يا أيها الحبيب ليس للريول ما يسمى بمدة حداد إلا لك أن تحدى ثلاثة أيام مثلا أما أكثر من هذا هو على أصل حل فنحن ما مسألة اجتماعية عرفية بيئية وليست شرعية وليست حدا من حدود الله عز وجل لو عملت الفرح مباشرة الله جل وانجل جلاله لا يؤخرنك على هذا لكن يبقى أن ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله أحسن يعني إذا تعرف المسلمون أن يعملوا فاصل نسبي ما بين الجنازة والفرح يعني تندمن فيه المشاعر شعر يقول وإذا الجنازة والعروس تلاقيا ورأيت دمع نوائح يترقرق سكت الذي تبع العروس مبهتا ورأيت من تبع الجنازة ينطق مسألة عرفية بيئية وليست مسألة شرعية ليست حدا من حدود الله عز وجل فلا توجد مدة معينة يلزمك انتظارها حتى تقيم فرحا مشروعا لعروسك مبارك الله فيك ونحن نعتب معك على هذه العروس التي لا تقدر مشاعر خطيبة كان ينبغي لها وسوف يستقلان قاربا واحدا وزفينة واحدة أن تقدر مشاعر وأن نشعره أن والده كوالدها وأن مصيبته على فقد والده أيضا مصيبة لها وأن الشيكة له في السراء وفي الضراء وفي الفرح وفي مشاعر الحزن ونحو ذلك نحن نعتب عليها هذا ولا نرى هذا مناسبا لكن أقول لا نرى هذا مناسبا لكن لا نحرم ما أحل الله عز وجل الأفراح المختلطة ليست مناسبة تقع فيها مناكر وتقع فيها مخالفات شرعية ينبغي لأهل الدين وقد تعارف واصطلح أهل الدين على تعجير قاعتين وإحدهما للنساء والأخرى للرجال وأن يمنعوا الاختلاط الذي دعت إليه العلمانية المعاصرة وهي العروس مجبر يطيع العروس في عمل فرح ليس مجبر على طاعتها لا في عمل فرح ولا في غير عمل فرح هي المجبرة على طاعته لأن مستقبلا طبعا هو ليس مع قدش الآن فليس له عليها قوامة يعني ولا ولاية لكن الرجال قوامون على النساء وليس النساء قوامين على الرجال فهو ليس مجبا على طاعتها لا في الفرح ولا في غيره الناس فقط يأتمر بينهم بمعروف هي مش قضية كسر أزرع يعني نحن في سفينة واحدة ينبغي أن يأتمر الناس بينهم بمعروف ولا تتحول المسألة إلى لي أذرع مبارك الله فيه فإن هذا يحدث فجوات في النفوس والشعر يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب وكسب القلوب أولى من كسب المواقف كسب القلوب أولى من كسب المواقف لكسب المواقف كسب القلوب أن���نا لغاء شكfficiency شكرا